الى اخبار كورت القدم ورسميا دربي العاصمة بين الترجي رادي تونسيا ونيدي الافريقي والترجي بما انه ندي الافريقي هو يستضيف سيقام يوم الاحد اثنين جوان على الساعة الخامسة مساء في ملعب حمادي العقر بفيرادس عوضا على يوم السبت واحد جوان كما تعرفوا صار جدل بين كورت القدم وكورت اليد وبالتالي المحافظة على موعد دربي العاصمة في نهاية كورت اليد بين الترجي والافريقي نهار واحد جوان في القاعة المتعددة لاختصاصات في رادس يعني جامعة كورت القدم والربط الوطنية لكورت القدم هما اللي بدلوا الموعد وأبقى وطبعا على النهار السبت واحد جوان فارغ بالنسبة لكورت اليد يعني محجوز لكورت اليد الحي الأولمبي بيرادس نعطيكم البرنامج الكامل للجولة الثالثة إياب لمرحلة التتويج في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكورت القدم يعني نحكيه على الجولة قبل الأخيرة من نهاية الموسم الحالي لتحديد صاحب البطل إذن السبت 25 مايو سبت هذية البداية بالنجمة رياضي الساحلي والملعب التونسي مباراة مع مطلثة ونصف في ملعب سوسة ونهار لحد أيضا 26 مايو لاتحاد رياضي مونسيري مع فريق نادي رياضي سفاقسي ونعود نذكر دربي العاصمة يعني اكتمال الجولة هذية بشيكون يوم الأحد اثنين جوان المقبل تعينات حكام الجولة 11 لمرحلة تفادي النزول من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكورت القدم الدفعة الأولى غضوة مع مطلثة ونصف مستقبل سليمان مستقبل مرسى التحكيم ليسري بوعلي اتحاد تطوين مع الاتحاد الرياضي ببنجردان التحكيم لهيفم القصعين هار الخميس اكتمال الجولة من خلال أيضا زوز مباريات نادي رادي بنزرتي القوافة الرياضية بقفصة تحكيم محرز المالكي نجم المتلوي الأولمبي الباجي وسامة بن اسحاق نذكر انه المنتخب الوطني تونسي لكورت القدم منتظر ان شاء الله تربص متاعه التحذيري لتصفيات كأس العالم ينطلق نهار واحد جوان يعني نرجع شوية مع الدربي واحد جوان مفروض ملعبية المنتخب التونسي الملعبية الدوليين من نادي الفريقي ومن الترجي فماكيد بعض العناصر بشي تم استدعائها بشي تم تأخير موعد ان فيماهم للتربص متاع المنتخب التونسي إلى حين اجراء مباراة الدربية